بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي ضلبة وضالبات التربية والتعليم من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي أعلن اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في رسالة مصورة اليوم عن جدوى المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرط الانتقال لطلاب في الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي قال الدكتور شوقي أن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي العمل الجماعي بين الطلاب والاعتماد على الذات والبحث والتحليل وربط الموضوعات وطريقة صياغة الأفكار وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب مشيرا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جزري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب تفاصيل المشروع البحثي للطالب أوضح الدكتور طارق شوقي عدة نقاط مهمة وهي كالتالي واحد أولا المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس يختار طلب مشروع بحثي من أحد أربع مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلاب بحت أقصى خمس طلاب المرحلة العدادية من الصف الأول إلى الثالث يختار طلب مشروع بحثي من أحد الثلاث مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلاب عناصر المشروع البحث تتكون من العنوان والمقدمة والملخص والموضوع والنتاج أو الملاحظات والمراجع بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريف اللي هو الكود بتاع الطالب وحسب لكم برضو رابط الموقع اللي هنت تجيبه منه الكود بتاع الطالب طيب كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من وزارة مرفق معه ورشادات عامة لكيفية تنفيذي فضلا عن تصميم نمازج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملء الخانات بما هو مطلوب بفق الموضوع البحث جميع المواضيع المقترح للمشروع البحثي تم اختيارها بناء على مخرجات تعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة أو المكتبة الإلكترونية يعني أنت ممكن برضو البحث تعمله من خلال الكتاب وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 مدة 5 أسابيع تسليم المشروع البحثي هناك طريقة الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيا عبر منصة تواصل إدمودو والثانية وبرضو حسب لكم الرابط بتاع الموقع إدمودو والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها لشكل إلكتروني صورة إلكترونية سكانر يعني ممكن تصورها بالتليفون وتحطهم على فلاش أو سيدي وتسليمهم للمدرسة الأفضل طبعا تبقى على سيدي عشان ياخدوها ويكون مكتوب عليها اسم طالب طيب معايير قبول البحث كما استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم معايير تقييم المشروعات واعتبارهم مقبولا أو غير مقبول هي كالتالي واحد كتابة عبد المنجزة الزاب للمشروع عرض المشروع بطريقة منظمة وفقا للنمازج المعدة مسبقا استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتب الرقمية عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحسي التزام بجميع محاول المشروع البحسي مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم سيتم رفض المشروع إذا تطبق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة ستضر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسة موقف البديلان عن المشروع ووجه دكتور شوقي رسالة الطلاب أولياء المقايلة النبز الأقصى مجهودا لدينا ونعمل ليلا ونهارا للوصول إلى أبسط طرق لتعليم الطلاب وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صانيمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية نأتي أخيرا إلى معايير الحكم على المشروع أو البحث لكي يعتبر مشروعك أو بحثك مقبولا يجب عليك أن واحد تكتب عنوانا جذبا للبحث أو المشروع وتعرض البحث بطريقة منظمة تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة تلتزم بعدد الكلمات المحددة تلتزم بجميع محاور المشروع مراعة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم سوف يتم رفض المشروع أو البحث إذا تطابق مع مشروع آخر يعني لا يقبل يعني طيب بعد كده عندنا المرحلة الابتدائية لها أربع موضوعات تختار واحد منهم أقول لك اقرأ المشروعات التالية واختر واحدا منهم للعمل عليها يمكنك العمل على مشروع منفردا أو مع سلاسة من زملائك الموضوعات على المرحلة الابتدائية السياحة والطاقة والصحة والماء فهنا طبعا كل صف وله طريقة في كتابة البحث فطالب الصف الثالث طبعا ليس كطالب الصف السادس وطالب الصف السادس ليس كطالب الصف الثالث الاعدادي فكل واحد وليه طريقة أنا حسب لكم رابط الصفها دي عشان تقروا التفاصيل بتاعة الكلام ده والإرشادات العامة دي طيب نروح للمرحلة الإعدادية بقى المرحلة الإعدادية فيها ثلاث موضوعات بس اللي هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغزائي ونمرة ثلاثة البيئة يبقى عندنا ثلاث موضوعات بس في المرحلة الإعدادية وأربع موضوعات في المرحلة الابتدائية اللي هي من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس وحسب لكم إن شاء الله جميع الروابط في أسفل الفيديو ويرب بكل فيديو ده أفاتكم في موضوع البحث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته